وفي ذات السياقة شهد فندق هيلتون حفلة توقيع على اتفاقية التعاون بين الحكومة والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وتشمل الاتفاقية تكملت بناء طريق أنجمين دربالي وقع من جانب الحكومة وزير الاقتصاد والتخطيط أنجيتوي أنباي ومن جانب المصرف رئيس مجلس إدارته يوسف إبراهيم البسام عبدالله هارون لإطار التعاون المشترك بين الجاد والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا جاءت مناسبة توقيع الاتفاقية بين المصرف العربي ووزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي وتهدف هذه الاتفاقية الخاصة بعمليات الدعم الفني لمشروع طريق أنجمين دربالي رئيس مجلس الإدارة بالمصرف المهندس يوسف إبراهيم البسام أشاد بجهود الهكومة الجادية للتعاون الذي أصبح يتأزز ويتطور باستمرار ومشيرا إلى أن الاتفاقية تدخل في إطار برنامج تمويل الصادرات الأربية للدول الإفريقية كما أن تضافر الجهود المشتركة أسحمت في العديد من تنفيذ المشروعات الحمى والملامسة للهاجيات الأساسية للمواطنين وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي نينجيتوت ريانا ينبي أوضح أن جمهورية جاد هي إهدى الدول الإفريقية المستفيدة من عون المصرف العربي وتتمتأ بألاقات التعاون الاقتصادي ومالي متميز فبإسم فقامة رئيس الجمهورية ديزي بيتنو قدم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي شكره الخالص لإدارة المجلس وللدعم الكبير والمقدر لجهود التنمية موظفا بأن المصرف له قدرات في تعزيز مكتسبات التعاون الاقتصادي متمنيا لهم الإقامة السعيدة والتوفيق في عمالهم النبيلة التي يحققونها